اشتركوا في القناة انه تقرأ تمام عنوان محاضرتنا اليوم هو البرمنانت انسايزرز اللي هن القواطع الدائمية البرمنانت انسايزرز are 8 in number 4 maxillary and 4 mandibular عدد هن ثمانية اربعة فوق هذني اربعة بالمكزلة هذا هو فك المكزلة واربعة جوه اللي هن ذني بفك الماندبيلر اللي هو هذا فك الماندبيلر مكزلة ماندبيلر كل واحد بيهم ما اخذ اربعة زين the major function of the incisors major يعني الرئيسية function يعني الوظيفة الرئيسية of the incisors الوظيفة الرئيسية ما القواطع الاسنان القواطع اللي هنا ذني is to incise incise يعني قطع or cut cut نفس المعنى cut or incise هنا يجنب معنى قطع اي قطعا الطعام the food during mastication شون يعني mastication mastication هي وظيفة المضغ داخل الفم هس انت من اقول لك تنفس ده تسوي وظيفة التنفس تمام من اقول لك امضغ الطعام ده تسوي وظيفة المضغ وظيفة المضغ شون سميها ان سميها mastication تمام process يعني عملية mastication process يعني عملية المضغ in addition بالاضافة الى ذلك they play important rules يلعب الدور مهم in supporting the lip supporting the lip يعني دعما الشفايف ما يخلني الشفايف مالتنا يطمسا ساندات الشفايف شون صارت جدار امام الشفايف تمام احنا هنا نعرف انه اكو عدنا الشفايف مالتنا قاعدات على هالاسنان ما يطمس اللي جوا باقيات ليش باقيات لان عدنا هالاسنان مشكلات جدار انه ما يخلانها يرجع اللي جوا زين and maintaining a desirable aesthetic appearance يعني احافظا على aesthetic appearance يعني المظهر الجمالي زين and also they are important in phonetics speech يعني الهندور مهم بلفظ الكلمات بالنطق هساني مثلا اقول كلمة مثلا اللي سان مالتي تطخب ذني الاسنان يالله طدعت كلمة مثلا لو هسانتوا جربوا تقولون مثلا اللامن راح تلاحظها انه دا تطخب هاي الاسنان يالله دا تطلع الكلمة فهاي هي الوظائف مالتها خلنا نشوف صورة لشابة هاي الشابة عندنا نلاحظ انه وجهها شبابي تمام ملامحها شبابية الاسنان عندها جميلة الضحكة عندها جميلة يعني المهم طابع شبابي انت امامك تمام اللي نفترض انه ما عندها اسنان راح يطيك الطابع انه هاي امرأة كبيرة بالعمر رغم انه هي شابة بس لان فقدت اسنانها فقدت الاستاتيك أبيرنس المظهر الجمالي او التجميلي تمام نطقها للكلمات من تقول مثلا ما تقولها مثلا هي تتقولها يعني تشايفين الشخص اللي ما عندها اسنان شون يعني يلفظ الكلام تمام الشفايف مالتها راح يطمسن ويطيها الشكل الكبير بالعمر تمام تعرفنا انه هاي الاسنان اللي هنا البرمنت انسايزر شنو الوظائف مالتهم نعيد هنا بشكل سريع يقطعنا الطعام خلال المضغ الهن دور مهم بدعم الشفايف ما يخلني الشفايف طمسن الهن دور مهم بالمظهر الجمالي استاتيك أبيرنس والهن ايضا دور مهم بمن بالفونتكس فونتكس يعني بلفظ الكلام تخلي اللسان يطخ بيهن على موت اللفظ عندنا الكلمات تمام المميزات المميزات ما الملامح مميزات الملامح ما المن ما الانسايزر كراون الكراون مالتها شنو اللي ميزة شنو المميزات اللي ينلقى بيها هاذا القواطع أول نقطة رح نلاحظ وجود بي الانسايزر ريج والانسايزر إيج خنعرفهن ونتعلمهن انسايزر ريج انسايزر ريج انسايزر ريج اس ذات بورشن أوف ذا كراون دا يقولك انهو جزء الكراون شيكون اه وش ميكس اب ذا كومبليت انسايزر بورشن احنا نعرف هاذي هي الجهة القاطعة أعلى أعلى نقطة موجودة بيها أعلى حافة موجودة بيها انصح لها انسايزر ريج هسا نشوفها على التطبيق بعد ايش عدنا ذا تيرم تيرم يعني المصطلح مصطلح الانسايزر ريج شنو تعريفه ايز يوزد وين ان انجل يستخدم من تتكون عدنا زاوية انجل اس فورمد فورم يعني تتكون باي اوكلوزال وير وهو يصبح مصطلح الانسايزر دا يقولك انه الانسايزر ايج وين موقعه؟ اهنا موقعه بس خلها يزغركم يوها هسا راح نتعرف على موقعه بشكل ادق هذا هو موقع الانسايزر ايج هو عبارة يعني شون زاوية تتكون تتكون من شنو؟ من وجود الانسايزر ووجود هذا اللينجول اللينجول اللي هو هاي الجهة والانسايزر اللي هاي الجهة القاطعة خلنشوفنا على التطبيق ونتعرف عليهم اكثر الانسايزر ريج والانسايزر ايج احنا عدنا الانسايزر تمام وين الانسايزر ريج؟ الانسايزر ريج هو هذا اعلى ارتفاع موجود بالسن اول ارتفاع من الريد انعض اللفه راح يقطعها هو اول ارتفاع زيان اللي بعده من هو يعني بعده بشوي ونمو بهواية طلاب من اقولك انسايزر ريج اعلى ارتفاع انسايزر ايج اهنا يتكون الانسايزر ايج هاي هنا يصران الانسايزر ايج يعني اذا ردنا نشوفه من هاي الجهة راح يكون دائر مدائر السن ايج بس مو على ارتفاع تمام؟ مو على نقطة مرتفعة بالسن الانسايزر ريج هو اعلى نقطة الانسايزر ايج يكون دائر مدائرة يحوطة شون الجبل القمة مالتهية على شيء والدائر مدائرة نزلة زيان؟ نفس الفكرة تمام ان شاء الله هتكون هاي النقطة واضحة تمام النقطة الثانية نفس الفكرة وجود او ظهور المامي لون المامي لون يعني احنا من شدنا صغار كليتنا كانت عندنا هاي المامي لون هاي هي المامي لون عبارة عن ارتفاعات بالسن صغيرونة تطلع بالاسنان القاطعة بالسنترال انسايزر واللاترال انسايزر فتكون بهذا الشكل مع الوقت مني بدين اكل مني بدين يتكلم راح يحتكن وينمسحا تمام؟ فهنا يقول لك النقطة الثانية presence of مامي لون يعني وجود او ظهور المامي لون زيان النقطة الثالثة المامي للمتصة المج엔ة إنه المامي يعني شنو؟ المامي لنبدء خ noل على التطبيق احنا عدنا الميزيال مارجن الرجل والديستال مارجن الرجل تمام بعضكم يسأل شون عرفت هاي جهة الدستال وشون عرفت هاي جهة الميزيال بعد شوية رح ناخذ انه جهة الميزيال تكون عدلة بينما الدستال بيها راوندد شوية لوفة تمام فهاي المعلومة خلوليها ببالكم هسا شوية ان شاء الله رح ناخذها المهم المارجن الرجل يعني تمتد طوليا تمام امتداد هدا يكون طولي على طول السن ها هي قصة النقطة الثالثة بعد شنون اللي بيها هاي الاسنان راح نلاحظ وجود بها اللينغو الفوسة هاي هي اللينغو الفوسة يعني هنا موقعها تمام النقطة الخامسة راح نلاحظ وجود بها السنجلوم السنجلوم قلنا هاذا الجزء المتضخم اللي موجود على جهة اللينغو الفوسة هذا هو السنجلوم تمام طلاب ان شاء الله هاي النقاط تكون واضحة بهاي المحاضرة راح ناخذ هاذا البرمننت مكزلاري سنترال انسايزر اللي هنا ذنة اثنين عدنا موجودات principle identifying features قواعد principle يعني قواعد او امور identifying features identifying features يعني اتعرفنا على الملامح فهاي الامور اذا اشوفها قبل اقول هذا permanent maxillary central انسايزر شنو هاذا الامور اول نقطة واول صفة تميزة it is the widest anterior teeth اعرض الاسنان الامامية يقول لك ميزيو ديستالي شنو ميزيو ديستالي احنا نعرف انو هاذا الميدلين ش عندنا هنا؟ عندنا الميزيال وهنا ش عندنا؟ عندنا الدستال زيان داي يقول لك من الميزيال الى الدستال دايكون عريض فهو ديكون اعرض الاسنان الامامية من الميزيال الى الدستال زيان it has a square or rectangular appearance داي يقول لك شكله يا اما يكون مربع او يكون مستطيل حسب الpatient مالتك الpatient يعني المراجع تشوف عدة لو سنه مربع لو سنه مستطيل هاي نقطة ثانية النقطة الثالثة citrite mesial outline اخذنا قبل شوية قلنا الميزيال ش يكون؟ يكون عدل هذا الميزيال مالتد يكون عدل and rounded distal outline شوفوا هذا هو جهة الدستال شون داتكون rounded بينما الميزيال داتكون citrite هاي citrite والdistal outline دايكون دايكون rounded تمام بعضكم يسأل يقول الoutline شون يقصد بي كلمة out يعني خارج line يعني line الخارجي اللين الخارجي هنا يصير يعني أنا من اقول لك شوف لي الoutline ما السن ما تباوع لي هنا هذا بالنص ما لك علاقة بي العدوين تباوع على الجوانب مثلا هذا يعتبر line هذا يعتبر outline هذا كذلك يعتبر outline يعني شلون دايكون شكله زيان فالoutline دايكون من جهة الميزيال citrite بينما من جهة الدستال rounded تمام النقطة الرابعة sharp mesial incisal angle and rounded disto incisal angle الزاوية شوفوا دايقول ميزيو تمام وين الميزيو هاي جهة الميزيال تمام incisal وين جهة ال incisal وين جهة القاطعة هاي جهة القاطعة شنو angle دايقول لك الزاوية ما الميزيو incisal angle هاي الزاوية ما الميزيو incisal angle شو تكون تكون sharp sharp يعني حادة مو ناعمة و rounded زيان and rounded disto incisal angle تمام وين جهة الدستال هاي جهة الدستال وين جهة ال incisal هاي جهة ال incisal الزاوية ما المالتهم شون دتكون دتكون راوندد هاي الزاوية ما المالتهم دتكون راوندد تمام ان شاء الله هتكون واضحة هاي النقطة النقطة الخامسة يقول لك mommy loans on the incisal ridge قبل من قلت لك incisal ridge اعلى ارتفاع بالسن هذا على ارتفاع بالسن اجدال لاحظ شنو موجود بي موجود ب mommy loan بس ذاكر لي ملاحظة قال لك in newly erupted teeth يعني بالاسنان الجديدة ما الاطفال in newly يعني جديد erupted يعني الظاهرة او الطالعة الاسنان اللي طالعة بالجديد يعني انت من شنط طفل وطاحت اسنانك اللبنية وبدت تطلع قدك المaxillary central incisor بيهن ماملون اللي هنه ذني ارتفاعات بالسن تمام بس وين انني اولي الربط التيث مو حجي مثلا عمره ستين هذا ما عنده ماملون لان احتكر مع مرور الوقت وعرحان صارا نفلات صارا عدلات وشون هاذا صارا عدلات تمام النقطة السادسة مو استمتح الأصابات احنا نتذكر قبل شوية他說 جميعuu بعض الشيء يقول لك نذكر اللغة الفوصة نذكر اللغة الفوصة هاي هنا اللغة الفوصة شكبرها هاي اللغة الفوصة هنا شكبرها زيان and well developed singulum developed يعني متطور او متضخم او كبير او واضح هيك معنى تجي زيان well developed singulum هنا نلاحظ انه singulum كبير راح نوصل الاسنان singulum مالتها اما ممسوح او صغيروني بينما هناه singulum لا well well developed singulum تمام نقطة اخيرة اللي هي السابعة والمهمة كم روت عدة عند روت واحد شلون دايكون شكل هذا الروت دايكون tapered root يعني روت متضيق مو متوسع ما اخذلي مساحة شبيرة لا روت متضيق زيان الروت مالتها متضيق وشم روت عدة عدة روت واحد عدة جذر واحد يعني منتقل على البيشنط مالتك يطلع لك جذر واحد ما يطلع لك جذرين وش يكون الروت يكون tapered root متضيق تمام ان شاء الله هاي النقاط سهلة واضحة شوفوا طلاب راح ناخذ مصطلح اسمه aspect خمس مرات راح يتكرر علي هذا المصطلح بالمحاضرة من اقول لك aspect يعني جهة هسا انا اذا اريد اتحاور اياك تكا طبيب اسنان ما اقول لك حشيلي السن من الجهة الامامية او نظف لي السن من الجهة الامامية لا اقول لك labial aspect يعني شنو يعني على جهة الشفايف هنا مو عدنا شفايف هنا مو اقبال السن هذا الشفا ف labial يعني lip شفا اقبال هذا السن شنو اكو شفا زيان ما طول اكو اقبال شفا ف هاي المنطقة او يعني شنصرح لها نصرح لها labial aspect تمام خلينا نتأكد من الاسبكتات الباقية aspect يعني جهة لا تنسوها اقول لك lingual aspect يعني السن من جهة اللسان احنا اكو lsان احنا مثل ما واضح يعني هنا يجي يطخ اللسان بي فاقول عنه lingual aspect اقول لك mesial aspect ما اقول لك السن من اليمنى او من اليسر لا من جهة الميزيال او الدستل او الانسيزل يعني من القاطعة يعني تباوع السن من جوا ما اقول لك تباوع السن من جوا إذا أريد أن تحاولوا يا طبيب هندي أو يا طبيب أمريكي ما أقول له أشوف السن من جو لا أقول له تمام طلاب؟ هذا توضيح الهن للي ما فهم أن نوضح الأمور أكثر على التطبيق هس أنا مثلا أعرف هنا أكو شفايف هنا أكو شفايف أقول لك حشيل السن يعني مثلا هنا أنت شفت أكو تسوس أقول لك حشيل السن من الأمام ما أقول لك من الأمام أقول لك لليبيل أسبكت من هاي الجهة هاي جهة لليبيل زيان إذا التسوس موجود هنا ما أقول لك من وراء من تفتح الفم وتشوف لا غلط أقول لك من جهة اللينجو الأسبكت زيان أقول لك باوع للسن من جو هذا السن هسا مهج السن أمامنا هاي جهة باوعها من جو ما أقول لك باوعها من جو أقول لك إنسايز الأسبكت تمام؟ أو إذا من جهة الدستل تشوفه منه من جهة الميزيال تشوفه منه تمام؟ فإن شاء الله كلمة أسبكت تكون واضحة زيان لليبيل أسبكت إذا باوعنا على السن من جهة الليبيل إش راح نشوف؟ أول شي خنحدد الاتجاهات ميزيال دستل بعضكم يسأل يقول شون عرفت هاي دستل؟ أول نقطة الأوتلان مالتا راوندد على جهة الدستل حلو بعد أكون نقطة ثانية كل الأسنان تتجه باتجاه العصب اللي جاي من الدماغ فترجع لي وراء فاتجاهها دائماً ديكون دستل انكلينيشن بعد شوية راح نأخذ مصطلح دستل انكلينيشن زيان؟ فخلنا نجيه النقطة نقطة النقطة الأولى هذا هو الميزيال آوتلاين إش بي السترايت دي يقولك الميزيال آوتلاين سترايت يعني عدل مو مائل مو راوندد صار مدور لا سترايت عدل وذي كريست أوف كيرفيتشر كريست أوف كيرفيتشر يعني قمة التقاعر شنو هاي قمة التقاعر؟ هاي عبارة عن نقطة تكون موجودة على الأوتلاين يعني كل سن هي هاي موجودة من نوص يعني السن من يتكون هنا شون يصير بي شوية تضخم صغير وني كلش مواضح كلش بس المهم شوية يكون طالع تضخم صغيروني ارتفاع كريست أوف كيرفيتشر نصيح له نير ذي ميزيو انسايزل انجل بلال ميزيو هاي جهة الميزيو انسايزل هاي جهة الانسايزل انجل هاي الانجل هاي الزاوية فدي يقول لك اكو كريست أوف كيرفيتشر اللي هي هاي هنا شرطكم يا بالواردي طبعا ما بينه بالتطبيق نير ذي ميزيو انسايزل انجل هاي الميزيو انسايزل انجل ميزيو انسايزل انجل يعني زاوية شنو موجود بيها كريست أوف كيرفيتشر قريبة من هاي الزاوية النقطة الثانية The distal outline is more convex Convex يعني محدب زين ال distal outline دي يقول لك أكثر محدب مو sitrite مو عدل More convex than mesial outline أكثر محدب من الميزيل outline هنا sitrite هنا محدب With the crest of curvature being at the junction between the incisal and middle thirds انظروا الثلاث يعني الثلاث السن يتقسم إلى ثلاث أثلاث هذا الثلاث cervical وهذا الثلاث middle وهذا الثلاث اللي هنا اللي يبقى يعني الثلاث القاطع اللي هو incisal third تمام بس خنعدل المدل طبعا هنا شوية يكون المدل هنا الثلاث القاطع هذا cervical middle وهذا الأخير اللي هو incisal القاطع ثلاث أثلاث شي يقول لك يقول لك الدستال outline multi convex عرفناها أكثر من الميزيل outline bring the crest of curvature with the junction between incisal and middle third يعني بين الانسائزل هذا الانسائزل وبين المدل ثيرد هنا موجودة منية الكريست أوف كارفيتشار هنا تقريبا يعني موقعها تمام فعرفنا حسة موقعها يأما هنا أو يأما هنا تكون يعني هي بين المدل وبين الانسائزل تمام قلنا بمنطقة الانسائزل هنا شوية باقية ماملون لهذا السن فبالأسنان الجديدة يقول لك انه اكو ارتفاعات انصح لها ماملون ملاحظة مهمة يقول لك مع العمر راح يختفنين مسحا سترايت يعني مع العمر من ينمسحا هذا شي يصير ما يصير بماملون يصير عدل إفلات لأنه راح يحتكن وين مسحا إلى أن يروحا ويصير هذا عدل إفلات زين دي يقول لك هذا السيرفيكل آتلاين هذا هو الخطمة السيرفيكل آتلاين ما الكراون شبي follow السيمي سيركولر دي يكون عبارة عن شكله دي يكون نصف دائرة السيمي نصف سيركولر يعني دائرة دي يكون شكله عبارة عن نصف دائرة دايركشن يعني يتجه with the curvature directed toward the root دي يقول لك هذا الانحناء مالته وين دي يتجه دي يتجه إلى الروت تمام الانحناء مالته مصاير لهي تود يتجه نحو الانسازل لا الانحناء مالته واضح انه ودي يتجه towards the root تمام with a plant apex plant apex يعني الـ apex هي هاي ما تجذر أعلى ارتفاع ما تجذر أو القمة ما تجذر اش بيها تكون plant يعني من ثلمة أو حادة هيك معنى تجيه it is 2 إلى 3 مليمتر دي يقول لك انه الروت أكبر من الكراون بـ 2 إلى 3 مليمتر تمام يعني هذا طولة أطول من الكراون من 2 إلى 3 هاي تجيكم أمسك يقول لك اش قد أطول من الكراون 2 إلى 4 2 إلى 5 إذا أكو خيار 2 إلى 3 فاختار 2 إلى 3 كأفضل خيار تمام شوفوا الميزيل آوتلاين ما الكراون هذا الجذر هم بيميزيل آوتلاين تمام فش يقول لك يقول لك انت يعني هذا الحكم انت تريد تنحت فالخط اللي ترسمه يعني ما ترسمه مايل من هاي الجهة إن شاء الله من 2 نحتون رح تعرفون هذا اللاين ما ترسمه من هاي الجهة لا ترسمه من النص تمده إلى الأخير دا يقول لك هذا الخط اللي انت رسمته اثروه خلال the center of the root اللي رسمته من center ما روت ومن center ما الكراون tends يميل tends يعني يميل to parallel يميل بموازات the mesial outline يعني يكون بموازات الميزيل آوتلاين يتجه بهذا الاتجاه هذا اللاين اللي انت رسمته تمام الميزيل آوتلاين ما المنه ما الكراون وما الروت هذا الميزيل آوتلاين ما الكراون وهذا الميزيل آوتلاين ما الروت شوفوا طلاب هاي المحاضرة شوية أكون بطيء حتى المحاضرات الجاية بس يعني نشرحها بشكل ما نفصل كل المصطلحات بس هسه حاول أخليك تسيطر على كل المصطلحات وتفك كل الشفرات وأسرار الـ dental anatomie إن شاء الله تمام ناخذ هسه lingual aspect شبيه lingual aspect اللي هو السين من جهة اللسان يعني هنا إذا اللسان يطخ يطخ بهاي الجهة The crown and root taper lingually دي يقول لك إنه The crown and root taper lingually يعني متضيق باتجاه اللسان يعني دي يضيق هناش نلاحظ هناش نلاحظ هذا الميزيل هذا تمام هاي نقطة نخلي هنا هاي باعتبار جهة الميزيل ديستل وينه هذا الدستل احنا نقطة باتجاه الدستل بعضكم يسأل شون عرفت هذا دستل أول نقطة قلنا كل الجذور تميل المن تميل إلى العصاب اللي جاي من الدماغ يعني راجعة فاتجاهها كليتها دستل زيان النقطة الثانية الواضحة هنا عدنا دستل دي يكون round بينما الميزيل دي يكون عدل تمام فهاي ميزيل هاي دستل ميزيو دستل دامنشين دامنشين يعني البعد هذا البعد بين هاي النقط تين of the lingual surface هذا هو lingual surface is norowar norowar يعني دتكون متضيقة أكثر من labial surface تمام ال labial surface يا هو هذا labial surface هنا عريض بينما هنا مو اسم labial surface هنا اسم lingual surface لأنه على اتجاه اللسان وعلى اتجاه اللب فديكون متضيق تمام norowar متضيق أكثر من labial surface تمام below the cervical line there is a smooth convexity ديقلك جو السيرفايكي line هذا هو السيرفايكي line اش بي اكو جو smooth convexity عبارة عن تحدب ناعم منو هذا التحدب الناعم called singulum هذا هو التحدب الناعم اسمه singulum مثل ما نلاحظ بهاي الصورة هذا هذا السيرفايكي line شنو جوا تحدب ناعم هذا شنصيح له نصيح singulum تقدرون تخوه بلسانكم وتتحسسوه which is confluent with raised marginal ridge mesially and distally ديقلك هذا التحدب الناعم اللي هو هذا singulum confluent يعني دي يتحد ويامن with raised مع ارتفاعات هاي الارتفاعات اللي هي ما الميزيال لاعفو هاي ما الميزيال marginal ridge وهاي ما distal marginal ridge دي شن ديكون يعني الامتداد دايما ديين اثنين وحدة mesial على جهة الميزيال اللي هي mesially وحدة distal distal marginal ridge اللي هي على جهة distal النقطة الثالثة incisally there is lingual portion of the incisal ridge احنا عرفنا على الاطراف اش عدنا عدنا marginal ridge زين هناش اكو اكو هنا incisal ridge تمام ليش incisal ridge لان هي between this ridge and the marginal ridge داي يقول لك بين هذا الرج الانساز الرج والmarginal ridge بعد شنو and the singular بين هذن الرجات وبين هذا singular يعني اكو هنا شي خاني عرف شنو a shallow con cavity con cavity يعني تقع convexity تحد con cavity يعني تقع التقع هذا ماذا ينصيح له called the lingual force تمام هنا موجود عدنا lingual force تمام بين singulum وبين الرجات الميز المarginal ridge والdistal marginal ridge والانساز الرج اش عدنا عدنا هايا اللي ينصيح لها lingual force is present usually have developmental growth داي يقول لك انو هايا تكون حاوية على developmental growth يعني developmental growth يعني خاديد او شو نقول حفر موجودة بها هنا موجودة مو دائما صراحة هاي موجودة بس في بعض الاسنان انو نلاحظ هاي lingual force به هذن developmental growth تمام mesial aspect the crown is triangular in shape اللاحظ الكراون هو اشتقال قال crown داي يقول لك الكراون عبارة triangular in shape شنو triangular يعني مثلث الشكل صحيح كلامه مثلث الشكل with the base داي يقول لك شون عرفنا مثلث الشكل يقول لك the base add the cervix cervix هو نفس cervical line داي يقول لك القاعدة من هذا المثلث وين يم cervical line and the apex add the incisor ridge داي يقول لك القمة من هذا المثلث وين موجودة بال incisor ال incisor ridge القاعدة وين يم cervical وال apex وين يم ال incisor تمام a line which bisect bisect يعني يقسم the crown will bisect the root داي يقول لك اللاين اللي ترسمه أو اللي يقطع الroot هو نفس اللاين اللي يقطع الكراون يعني داي يكون هذا اللاين بالنص يعني مو مثلا قطع الroot والكراون مثلا قطع منه هذا الجزء لا داي نشوف انه اللاين داي يجي عادل ان شاء الله بالنحط تتعرفون كلمة هذا اللاين تمام ها هي قصة هاي النقطة the labial outline نعرف هاي هنا اكو شفايف كانت the labial outline وينها ها هي the labial outline is slightly convex the labial outline داي تكون شويون convex يعني شويون محدبة مو concave مقعرة تمام convex محدبة بينما the lingual outline of the crown is convex ترجع convex ترجع تتحدى بيم الانساز الرجل الفرق بين labial outline دايكون هنا convex 100% slightly convex كله من فوق لي جوه بينما بالlingual لا من السنغلام convex من جهة lingual fossa أو من جهة الميزيال وال distal marginal الرجل شون دتكون دتكون concave بينما من وصل للجه القاطع للانساز الرجل دتكون convex تمام ان شاء الله هاي النقطة واضحة the cervical outline curves incisally more than any surface on any tooth about 3 إلى 4 mm the cervical outline هذا دايكون مالتا دايكون مالتا التحدب عميق شوية يعني هذا التحدب مالتا شوفوا شون دايات تجه هذا التحدب مالتا أكبر تحدب من جهة الميزية الموجود بين كل الأسنان بحيث قد يوصل هذا مالتا التحدب من 3 إلى 4 شوفوا طلاب أكو تحدب مثلا يجينا هيد صفر هذا صفر بس مني يبدو ينزل هس هنا كم مليم نزل عن الصفر نزل 1 2 3 إلى 4 يعني هذا التحدب مالتا من 3 إلى 4 مليم تمام فبالنحية من تسوي خلي ببالك أن هنا تخلي تحدب من 3 إلى 4 مليم هاي ممكن تجيكم أمسك يوات الأرقام تمام إن شاء الله الميزية تكون واضحة دا يقول لك أكو اختلاف بسيط بين الدستل والميزية آتلاين زين احنا عرفنا إنه الكيرفيتشار من السيرفايكال بالميزيال من 3 إلى 4 احنا مو من 3 إلى 4 لا أقل ليس دستلي تمام يعني قليل مه واية تمام هناك خذنا 3 إلى 4 هنا ممكن يكون 2 أو يكون 1 تمام المهم أقل من من الميزيال هذا هو الدستل aspect إن سايز الأس شفنا السن هس شونا قل لك شوف السن من جو ما أقول لك من جو أنت كطبيب أسنان أقول لك إنسائز aspect إحنا نعرف من عساس أكو شفايف من أكو جهة اللسان ومن الدستل ومن الميزيال The إنسائز edge is centered over the root ما ريد أتعمق لك بهاي النقطة بس تخلي لبالك إن الإنسائز الإج دي center ويا الروت يعني الإنسائز الإج دي يأتي center ويا الروت زيان يعني مدى ألقى الإنساز الإج هنا أو ألقى هنا أو ألقى هنا لا ألقى يطيني center ويا الروت centered over the root زيان the labial outline labial outline يعني هنا نحن قلنا هنا أكو الشفايف هاي جهة labial أساس هنا أكو الشفايف دم باب عسين من جوه راح اللاحظة إن هو broad broad يعني عريض and flat عريض و مسطح جاي نهي عدل تمام دي يكون عريض و مسطح the إنساز الإج and إنساز الرج are well defined شوفوا الإنساز الإج عرفنا إنه هذا دائر ما دائر صغير والإنساز الرج هذا هو هنا أعلى ارتفاع شي يكون well defined يعني واضحات نقدر نشوف هن مو شغلات ممسوحة أو ما موجودة the outline of the lingual part tapers lingually دي يقول لك ال outline مع lingual part هذا هو outline مع lingual part هذا كل ال outline إش بي tapers lingually ديكون متضيق يعني يتضيق باتجاه اللسان هنا مو قلنا أكو لسان فهو دي يتضيق من هاي الجهة باتجاه اللسان tapers lingually to the sing لحد ما يوصل إلى sing لأ ما راح اللاحظ عاكو تضيق راح اللاحظ انه sing شوية متوسع مدى يخلي اكو تضيق تمام فالتضيق منه موجود تمام هاي النقاط يعني تجيكم على شكل mcq النقطة الخامسة the distal dimension distal dimension اش بي labial من جهة lab is greater than lingually هاي هي ميز distal dimension دي يقول لك انه هنا بال labial دي يكون اكبر او اطول من 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 lingually اللي على حاج الجهة زين يعني من جهة الشفايف دي يكون السن عريض ومن جهة اللسان دي يكون متضيق كل ما هنالك the crown has a triangular shape the crown دي يكون دي يكون triangular يعني شوان دي يطين الشكل المثلث شوفوا triangular in shape هذا هو الكراون اذا عملنا دي يكون triangular يعني شكل مثلث as the road shape in cross section طبعا هنا كلمة cross section هو راح تسمعون هذا المصطلح cross section يعني مثلا هذا افترض انه هذا عبارة عن worried هذا هو worried اش بي اقول لك شوف صحيح بشكل مقطع عرضي يعني شو نسوي نجي نقص ونباوع عليه بهذا الشكل نلاحظ الدم بهذا الصورة احنا قصينا وشفنا الصورة اللي ظهرة امامي بهذا الشكل نصيح لها cross section يعني هاي معلومة مو منظم الماددة بس انت كطالب طبية راح تسمع كلمة cross section بشكل كبير فهاي فكرة كلمة cross section بس بالنسبة للنقطة السادس سيقول لك crown شكل triangular and shape شكل مثل as the root shape in cross section يعني مثل ما نشوف الروت بشكل المقطع العرض يعني من قص الروت يعني شون جاي شكل ويا شكل الروت تمام in cross section هنا عساس هو ضايف صورة بس انا حبيت يعني اوضح لكم مصطرح cross section لدى واخر حكبي المهم انه تعرف انه crown شكل triangular and shape هذا كل ما هنا لك طلاب هسا خلين حل مجموعة مسكيوات او اسئلة عن هاي المحاضرة يعني اسئلة سهلة على مو تعرف شنو ممكن يجيبو لك يقول من جهة اللسان aspect يعني الجهة من جهة اللسان من مجموعة central incisor يقول اسئلة can be seen in the cervical third هنا ثلاثة يعني third هي يساوها بالطبية تمام دعونا نطلع صورة وين السيرفايكل هذا هو السيرفايكل هذا هو السيرفايكل شكو بي بالسيرفايكل ثير اكو صح لو غلط بالاسئلة ضايف لك true لو false true السيرفايكل ثير نشوف بالسيرفايكل ثير تمام المجزيل central incisor سترايت mesial outline اذكر mesial outline عدل and rounded distal outline الدستal outline ندور صحيح true المجزيل central incisor the labial outline of the crown is broad تمام هنا لاحظ انه labial outline شي يكون broad and flat broad and flat true تمام يعني هي تسئلة يجبون شي بسيط يعني انت المهم انه تفهم المادة وتطلع عليها يعني تحاول تحفظ الشغلات اذا استصعبت وياك الى انت تفهمها زين المجزيل central incisor the cervical outline curves incisally more than any surface on any tooth about 7 الى 8 دي يقول لك بالمجزيل central incisor cervical outline curves incisally more than any surface شوفوا احنا 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 قلنا بال بالميزيل هذه النقطة احنا قلنا من 3 الى 4 مالته الميلان اللي هي جاي بس هنا كاتب 7 الى 8 يعني true low false false تمام permanent incisor R احنا احنا عدد التواطع الدائمية عندنا 8 النمبر 9 النمبر لو 4 عدد هن 8 نتذكر بداية المحاضرة عدد هن 8 الى هنا تنتي محاضرتنا طلاب العزاء اشكركم على حسن استماعكم وعلى المتابعة تعبعوا حسابنا على الانستغرام وكذلك القناة ما التليجرام حتى تحصل على الملزمة ولهن نقول لكم في امان الله ورعايته كل التوفيق ان شاء الله